أسألك على أسعب مباراة في مشوارك أدرتها حاسيت كان فيها ضغوطات كبيرة جدا وحاسيت أن أنت طلعت بها ببر الأمان مباراة تحطها في سي بي كده وتبقى فرحام بها والله المباراة دايما دي حد لما بيسألني على المستوى الشخصي أو صحابنا أو في البيت أو في العيلة ودايما يقول لي دايما السؤال ده أنت في أسعب مباراة حينك لعبتها أنا أتذكر مباراة كان لإسماعيل وحرص الحدود والمباراة دي كانت يعتبر من أسعب مباراة اللي لعبتها لأنه كانت في بداياتي كحاكم وكنت قبلها لعبت المباريات ولكن ما كانتش بالقوة الموجودة في مباراة الإسماعيل وحرص لأنه كانت لها طبع خاص الفرقتين شوية بنفسه على البقاء وكانت المباراة قوية جدا وأشهرت في المباراة دي أربع كروت حمراء وكان رقم كبير جدا ما حصلش يمكن من سنين طويلة أو ما حدش يسمع أنه حاكم مطلع أربع كروت حمراء كنت لسا حاكم صغير ومش لسا يعني لسا بقولي يعني يا هادي في التحكم فريق جماهيلي كبير هو الإسماعيلي وفريق له سمع طيبة جدا وحاس حدود وقتها كمان كان حاس حدود من الفرق اللي كيتم مفروضة عاملة سمع طيبة قبل الموسم ده كان دي حقيقة وفيه لعبة كتير جدا منها ما شاء الله دلوقتي كانت في الأهل أو في الزمالك فكانت فعلا زي ما أنت قلت فرقة مغمورة وفعلا لعبة كتير كويسة فالمباراة دي كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لي لأنه أنا حتى بعد المباراة توقعت أنه أنا ممكن أبعد شوية عن المجال مش أبعد عن التحكم يعني تعرف الحكاة لما ممكن يغلط أنا بني زي مش شافة نغلط بس الأربع كروت حمراء ممكن محدش يتحمل أو يستحمل فكرة حاكم يطلع على نقود حمراء ممكن يجبوها في فكرة أن الحاكم ما عندهش خبرات ممكن ممكن فأنا حطيت نفسي في المنطقة دي إن أنا مش يعني ممكن ناس ما تتقبلش اللي أنا عملته لكن بالعكس لقيت العكس يمكن زي ما أنت قلت من شوية فكرة أنه الإعلام حلام يكون إيجابي بالعكس أنا بعد ما روحت ورجعت لقيت كمية إشادات في الإعلام بترامة مش ربعية وكانت نقطة تحول بالنسبة لي أنا في التحكيم إن أنا خدت مباراة قوية حدثها دي خليتني بعد ما كنت نفسيا الآن يعني أبعد شوية يعني ممكن يتم إقافي أو غيره بالعكس يعني لعبت بعدها وفاريت معي في مشوارك كله طيب إيه المباراة اللي بعد ما روحت حسيت لأ أنا ما عمتش مباراة كبيرة النهاردة أنا كان عندي أخطاء نهار زي ما كنا بنتكلم كده في الفاصل اللي هو فيه لعيبة مبقى شومه وفيه مدارين مبقى شومه يوم المباراة اللي حسيتها دي بكت شومي النهاردة والله بص أنا يعني أنا مش هتذكر مباراة معينة ولكن يعني بالتحديد صعب أن أعرف أن أنا يعني أنا لعبت مباراة كتيرة في الدور المصري لكن أنا من طبيعة الشخصية أن أنا أحياناً لما أطلع من المباراة ببقى أطالع وأنا عارف أنا عارف من جوياً ممكن يكون غلط فيه يعني لوان مالوم نفسي أمري أنا حاسس أن أنا ممكن يكون مش عارف القرار فيه صحة أو الغلط على فكرة لحد ما روح أو أسمع من المحللين بدأت تشوك أشوك لحد ما روح وأطمن أو أسمع من زمايلي أن هم أشافوا اللعبة أو من المحللين أو غيره لكن من جواي ممكن يبع عندي إحساس ممكن الإحساس ده ده برضه توفي من عند ربنا تطلع صح وسبحان الله وأنت تكون مقصر في شيء أو تطلع الغلط فأنا من طبيعتي بطلع من المباريات أحياناً بلوم نفسي على حاجات جوه الملعب إيه الحالة لكل المحللين بتقول التحكيم والناس الأعلمين وبتاع أولئك بتحمل الغندور غلط فيها ولما روحت قلت أه أنا قدرت فيها فعلا إنت مصمم عايزني عايز أجيب عايز أجيب لا بس إحنا نتكلمنا للوقت على الحلو اللي هو الاسمعين وحافظ هنيجي على الوحش تقول لي معرفش لا 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 مش معرفش عارف لي أنا بس أقل لك السؤال ده مش اللي كنتم بقول لها أول فاس وهاكراره لحضراتكم تاني إنه اللعيبة بتغلط المدربين بيغلطوا الإدارات بتغلط الجماعير بتغلط فالحكم طبيعي يغلط برضو يعني اللي هو مش ممنوع إنه الحكم يغلط مش طبيعي يعني أرصلاً أي شخص في العالم بيشتغل أي شغل ما يكونش بيغلط صح فأنا أقول كمان أنا غلطت في اللقطة ديت وأعترفت إن أنا غلطت أنا أنا غلط بعدم توفيق مش بيغلط طبعاً الحياناً إن الحكم يتواجد في المكان وتواجد في المنطقة ويجي لعيب يروح معدي صح يغطي صح بس يقطع عليك الرؤية اللي فيمته ثانية صح والحكم بياخد كارب في فيمته ثانية صح قطع عليك ده سمو توفيق من عند ربنا على فكرة ويبالحكم متواجد فهي الناس برضوش زي ما إنتا قلت من شوية الناس متقبلة أخطاء كل عناصر اللعبة إلا الحكم إن هما شايفين إن الحكم ما ينفعش إن يغلط ولأسف ده مش حقيقي هو يمكن نتكلمنا في الفاصل القانون كرة قدم بنى على الأخطاء وتحطله ما هي الحاجات اللي إزاي تصلح بها الأخطاء دي فإذا كرة قدم هتفضل تعمل في الأخطاء حتى في وجود التكنولوجيا في وجود التكنولوجيا على مستوى العالم فيها أخطاء فعمر الأخطاء ما هتنتهي وهتفضل هي متعة افتكارة الحلال؟ الحلال الحلال تبي حاول أفكر فيها صراحة بس مش جماعة ممكن بعد الحلقة أقول هيلك هتكون افتكرتها هتكون افتكرتها أيوه عشان نصيري الكلام صحيح عشان هيدي الوقت في النهوة بس مش عارف أقولها أيوه